موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الورد على عيون حضرتكم جميعا حلقة جديدة ولقاء جديد ونهار جديد في اخر النهار مع تامر امين حلقة يوم الاربع الموافق 22 سبتمبر 2021 من الميلاد انا عارف ان انتوا عايزين تتكلموا عن الاهلي او عايزين تسمعوا كلام عن الاهلي وانا عارف جمهور الاهلي شايد وغبان وفاير وساير قد ايه بس اسمحوا لي بس هاجل الكلام عن الاهلي دقتين تلاتة بس عشان هتكلم عن ما هو اهم من الاهلي ومن الزمالك ومننا كلنا هتكلم عن مصر عايز اكلمكم عن شخص مواطن يمكن كتير من حضراتكم لما اقول اسمه دلوقتي مش هتبقوا عارفينه ومش هتبقوا عارفين هو كان بيعمل ايه ولا بيشتغل ايه ولا عمل ايه لمصر شخص توفي عن عالمنا مبارح بس الحقيقة انا تعمدت ان انا ما اتكلمش عنه مبارح رغم ان ده كان يوم رحيله ويوم وفاته لانه للأسف مبارح كمان رحلة قامة وقيمة كبيرة جدا اللي كلمنا عنها تقريبا طول اليوم مبارح رحمة الله عليه الفارس العسكرية المصرية المشير حسين طنطول والنهاردة تاني ايام الحداد الرسمي اللي اعلنته جمهورية مصر العربية حدادا على روح المشير طنطول ربنا يغفر له باذن الله فانا قررت ان انا اتكلم النهاردة عن هذا الرجل عشان ياخد حقه المغفور له باذن الله المواطن المصري احمد ادريس شفتوا ان انتم مش عارفين مين احمد ادريس او كتير من حضراتكم فين اللي عارفوا يبقى مرفوا عليه بس كتير من حضراتكم اكيد تقولي مين يا تابر احمد ادريس احمد ادريس مواطن مصري محترم توفي بالامس بعدما كان واحد من اهم اهم ابطال حرب اكتوبر المجيدة 73 ولما بقول اهم فانا مش بجامل ولا ببالغ لا اهم بجد لان اللي عمله سيظل التاريخ يذكر له باحرف من نور زي بعض الناس كده كل الجيش المصري طبعا اللي اشترك في حرب 73 كلهم ابطال وكلهم رائعين وكلهم استثنائيين وكلهم سيذكرهم التاريخ بس في بعض منهم عمل اعمال وبطالات استثنائية زي صائد الدبابات زي المهندس اللي ابتكر بضخات المية عشان يوقع الساتر الترابي ويعمل ثغرة في خط برليف زي 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 ناس كده كتير لهم قصص بطولات او احمد ادريس ده احد هؤلاء وهو اللي عمل الشفرة هو اللي عمل الشفرة النوبية اللي استخدمها الجيش المصري في حرب 73 وقادي صورة المغفور له باذن الله احمد ادريس ولما احكي لكم الحكاية هتعرفوا قيمة احمد ادريس وحتعرفوا قيمة الثعلب داهية الحرب ومبتكر ومهندس فكرة الخداع الاستراتيجي الزعيم الراحل محمد انور السادات القصة يا سادة ببساطة ابتدت انه كان فيه مشكلة عندنا والسادات والجيش بيجهزوا للحرب والسادات ما كانش اي لحد خالص ان احنا بجهز للحرب ولا ان فيه معاد للحرب وده في اطار خطة الخداع الاستراتيجي اللي كان بيعملها السادات لدرجة انه عمل منورتين وطلع الجنود على الجبهة والجيش على الجبهة والتعزيزات على الجبهة فاسرائيل اعرادت تعباعة العامة وبعد رجع وصلحنا كنا بنتمرن عملها مرة واثنين لدرجة ان اسرائيل زي ات وصرفت مليارات على الفاضي بالاضافة حاجات تانية كتير حداكم عارفينها ومش عارفينها بس دي مش قصتنا دلوقتي المشكلة انه في نهايات عام اثنين وسبعين نهايات عام اثنين وسبعين وقبل شهور بسيطة من الحرب كان فيه مشكلة الجيش كله او قيادات الجيش كلهم بيتكلموا فيها وهي ان اسرائيل ركبة اتصالات القادة العسكريين بتوعنا عن طريق اجهزة الكشف والرادار والتناصل ايه الحاجات اللاسلكية وبشعب ايه والمتقدمة دي مخابراتيا يعني كانوا بيقدروا يكشفوا معظم الاتصالات اللي بتحصل ما بين القادة العسكريين في الجيش وحتى لما بيعملوا باللغة العربية بس بشفرة بيقدروا يفكوها في اسرائيل فده المشكلة كانت عويسة جدا 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 لانه ده معناه ان انت مكشوف امام عدوك كل اتصالاتك كل قراراتك كل تحركاتك مكشوفة قدام عدوك لحد ما بالصدفة اتنين من القادة كانوا ركبين عربية كويس ومشيين بيدردشوا في الموضوع ده طب نعمل ايه ده المشكلة ان احنا مكشوفين مش لقين شفرات حتى لما بنعقد الشفرات شوية باللغة العربية برضو بتكشف مش هينفع نشتغل بالشكل ده لازم نشوف حلو عمين يفكروا في حل فلاقوا السواء السواء اللي معاهم وهو طبعا مجند السواء اللي معاهم في العربية بيبتسم ابتسامة كده تعليقا على كلامهم فاستغربوا وقالولوا انت بتتحك علي ايه يا احمد يا ادريس فقال لهم انا اسف فندم والله ما كان قصدي طبعا انتم عارفين المجندين والضباط وبتاع فيه التزام والضباط وادب واحترام فقال لهم انا اسف جدا والله ما كان قصدي قال لهم علش بس برضو ايه ده حكك في كلامنا يعني احنا بنتكلم في مشكلة وازمة عندنا وانت بتتحك قال لهم عشان انا شايف ان المشكلة العويصة اللي حاليكم بتتكلموا عنها دي حلها سهل جدا بس انا مش عارف انتوا يعني ما وصلتولوش ازاي فقالوا له ايه فقال لهم قال لهم بدل ما نبعت الرسائل ونعمل الكلام والتوجيهات والتحركات بالعربي باللهجة العامية المصرية العادية اللي احنا بنكلم بيها ابعتوها بيه اللهجة النوبية احمد ادريس كان من النوبة فقالوا له شمعنا قال لهم عشان احنا لهجتنا النوبية ما فيهاش حروف ما فيهاش حروف ولو اتنططوا مش هيفهموا حاجة رنت الفكرة في دماغ الاثنين قادة واول ما وصلوا نقلوا المعلومة فورا لقادتهم ومن قادتهم لقادتهم ووصلت المعلومة الى الرئيس انور السادات فطلب انه احمد ادريس يجيله وبصوا بقى الثعلة بالسادات كمان بس قال لهم اوعوا تستدعوه عادي يعني اوعوا تروحوا كده تقولوله تعالى ده القيادة عايزاك او تعالى ده رئيس الجمهورية عايزاك قال لهم ما انه نعمل ايه قال لك اقبضوا عليه اقبضوا عليه فقال لهم نقبض عليه ليه ده الراجل صاحب فكرة وابتاع لك لازم تمويه عشان ما حدش يشك اللحظة ان الراجل ده قد يكون اداة في فكرة من الافكار اللي تساعدنا على الحرب اقبضوا عليه ولبسوك كلابشات ونكبوه للبوكس وده اللي حصل نسله على الوحدة اللي بيشتغل فيها احمد ادريس وقالوله انت مطلوب الابض عليك ولبسوك كلابشات وخدوه على البوكس وهو طول الوقت عمال يضرب اخماز فأزداز ويقول انا عملت ايه ما عملتش ايه ده انا طول العمر في خدمة جيشي ولقى نفسه طلع على قصر رئاسة الجمهورية ودخل في قوضة قعد فيها حوالي ساعة ساعة ونص كده وهو برضو بيضرب اخماز فأزداز لحد ما اتفتح الباب ولقى قدامه السادات داخل وبيحكي احمد ادريس وبيقول لقيت السادات داخل طبعا انا فجعت من الصدمة ان انا مرة واحدة قدام القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية والسولاجان بتاعه اللي كان بيمسكه لهو العصايا اللي بيسموه السولاجان دي كان تحت باطه وماسك البايب في ايده الشهيرة بتاعت السادات فشاف وشي مرعوب فالسادات قال له اهدى يا محمد ما تقلقش انا جاي اسمع منك وقام قاعد على المكتب السادات وقاعد احمد قدامه وقال له حكيلي بقى يا محمد ايه الفكرة اللي انت قلتها بتاعت الشفرة النوبية دي فقام حكيلي احمد قال له يا فندم الموضوع واحد اتنين تلات اربعة وبدل ما نعمل كذا هنعملها بالشفرة النوبية لان اللهجة النوبية بتاعتنا ما فيهاش حروف وانا بوعد سيادتك يا فندم ان لو جلد مقير قاعدة قدامنا احنا النوبيين وسمع كلامنا بودنها مش هتفهم حرف واحد فدهك احمد ادريس بيقول له حتى مش دهك قهقة السادات القهقها وقام ولع الفايب بتاعه وقال له الله ينور يا محمد جبت لنا التايها الله ينور يا محمد جبت لنا التايها وقام قيل له السادات كده قال له الكلام اللي انت قلتها دلوقتي ما يطلعش الحد ولا حتى الامراتك فاحمد ادريس قال له حتى المدام قال له انت عارب في الستات بيحبوا شوية الكلام وانتباعوا حتى التباهي بيقولك ده جوز اللي عمل كذا وكذا وكذا وتبقى بواصط علينا كل حاجة لو الموضوع انتشر السر بيني وبينك وبين القادة اللي عرفوا الموضوع بس يا احمد لو خرج في خطورة على حياتك وفي خطورة على خطتنا العسكرية كلها قال له تمام يا فندم اوامر اعتبر الموضوع كأنه لم يخرج من فني وخرج احمد ادريس وخرج مع القادة وراح على القيادة وابتدى يكون هو المرشد بتاع وضع الشفارات ووضع التعليمات وكذا باللهجة النوبية وقال له طيب دلوقتي احنا محتاجين ناس في القيادة بقال له احنا محتاجين ناس بيوفاهمين قال له يا فندم قوات حرس الحدود فيها عشرات عشرات من ابنائنا في النوبة فيهم عشرات العشرات يمكن تلتمية وشوية تلتمية واربعين جندي من النوبة موجودين هناك فندم وفي الخدمة فبالتالي سهل التواصل ما بيننا وسهل ان هم يكونوا مراكز ابتصال ومن هنا كانت البداية ومن اللحظة دي اسرائيل اترشت وتعامت عنها قبلها كنا احنا مكشفين قدام اسرائيل من اللحظة دي اسرائيل اترشت وتعامت ما بقيتش عارفة تحركاتنا ما بقيتش عارفة تجهيزاتنا ما بقيتش عارفين الاوامر والتعليمات اللي بتطلع للقادة بان هم ينتشروا او يطلعوا او ييجوا او كذا سوكم بوكم ودي كانت واحدة من اهم 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 ادوات الخداع الاستراتيجي اللي استخدمها الزعيم الراحل انور السادات في خطته العبقرية للتمويه مستخدما عبقرية وبساطة فكرة احمد ادريس رحمة الله عليه انا حكيت لكم الحكاية عشان تعرفوا انه اعطب عن القيادات مهمة والرئيس كان مهم وقتها رئيس الحرب السلام بطر الحرب السلام وفريق الشزلي وفريق الفوزي وفريق اسمعي وكل الناس اللي اشتركت في الحرب بلا استثناء ومشي عايز انسى اسم حد لكن في ناس كمان اسهمتها لابد ان تذكر وانا اول ما اسمعت الحكاية وعرفت القصة افتكرت الجملة اللي قالها الزعيم السادات في مجلس الشعب وهو بيتكلم عن خطاب النصر بعد العبور لما قال سيأتي يوم سنحكي فيه لاولادنا واحفادنا كيف خرج الابطال من هذا الوطن ليقدموا افضل الابداعات والاسهابات في حرب اكتوبر المجيدة التي تعتبر بكل مقاييس العسكرية معجزة عسكرية رحمة الله على احمد ادريس سيبقى في ذاكرة الوطن وفي ذاكرة التاريخ بطلا من ابطال اكتوبر صاحب الشفرة النوبية في حرب اكتوبر اللغة النوبية تسمع ولا تقرأ لهجة لهجة العز عشان يجي فوق الشفرة مش هيقدر الفوق لنعنى عن كده قائد اللواء وقائد الاركان خذوا بعدهم دخلوا قائد الجيس لنه الحل اللغة النوبية انه الصول احمد ادريس الذي رحل عن عالمنا عن عمر نهز 84 عاما ليواري الثرى بمقابر اسرته بمنطقة كينج ماريوت غربي الاسكندرية كان الصول احمد محمد ادريس ابن النوبة صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة في حرب اكتوبر عام 1973 لارسال الاشارات الداخلية بين قيادات الجيش المصري ليصعب فكها من جانب الجيش الاسرائيلية ظلت خطة شفرة حرب اكتوبر التي وصفها الصول النوبي بانها من الاسرار العسكرية سرا دفينا لا يعلم احدا عنه حتى قبل حوالي اربعة اعوام حينما قرر الرئيس سيسي تكريم ادريس بمنحه وسام النجمة العسكرية على جهوده التي ساهمت في الانتصار بالحرب المجيدة ليعرف المصريون اسمه ودوره من وقتها صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة على منح المساعد احمد ادريس وسام النجمة العسكرية لما قدمه من خدمات جليلة من اجل الوطن الصول احمد ادريس الذي انضم لصفوف الجيش المصري في خمسينيات القرن الماضي كعسكري متطوع وخاد معه حرب العدوان ثلاثية ظل في صحراء سيناء منذ التحقه بصفوف الجيش وحتى حرب اكتوبر وهي المدة التي وصلت لعشرين عاماً اختتمها بتقديم فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة في الحرب التي انتهت باسترداد سيناء واشار احمد ادريس الذي كان بردبة رقيب ويبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً ابان حرب اكتوبر الى ان قائد الجيش تواصل مع الرئيس الراحل انور السادات واخبره بالفكرة واتفقوا على ان تكون لهجة الارسال والاستقبال نوبية وهي اللهجة التي نجحت في افساد مخططات الموساد الاسرائيلي وكل اجهزة المعلومات لدى تل ابيبا فقد فشل الاسرائيليون فشلاً دريعاً في اكتشافها لدرجة انهم اطلقوا عليها لغة شياطين النيلة اسراء سعد اخر النهار الله يرحمه ويحسن اليه ودعبسوا وقروا وفتشوا عن الكتاب التاريخ بتاع مصر هتلاقوا حاجات مش ترفع الرأس تخليك تحس ان انت يعني فوق السحاب فخراً واعتزازاً بالابطال اللي الوطن انجابهم على مر العصور ومش لازم الزعمات الكبيرة اللي طول الوقت احنا عارفينها فيه اشخاص هم ممكن مكنتش سمعهم من حاجة بس عبقريتهم تجبرنا تجبرنا على ان احنا نعرف ماذا فعلوا لهذا الوطن طيب تعالوا نروح للسوبر السوبر مكنش سوبر فيه واحد بس اللي كان سوبر اسمه عبد الحميد باسيوني كل الاحترام له هو التقدير هذا الرجل اللي بامكانيات بسيطة وبلعيبة نصها مش معروف وبفرقة من غير خط هجوم بفرقة من غير خط هجوم وبلا خطورة ولسه متجمعها من اربع ايام بس الصفقات الجديدة والناس اللي ما شافتش بعده قبل كده ولسه متبلغين من اسبوع بس بماتش السوبر مكنوش مجهزين له ورغم كل هذه الصعوبات استطاع انه يعمل امبارح ملحمة دفاعية ممتازة يمركز فيها اللعيبة بشكل عبقري يفشل ويجهد كل نقاط القوة بتاعة النادي الاهلي والسيناريو اللي حطه واشتغل عليه هو اللي حصل قال لك انا مش عارف اكسب الاهلي في تسعين ديئة فمد الموضوع لمية وعشرين ديئة عشان كده ده انت طلع الجيش كان معترض في اللايحة بتاعة مباراة السوبر يبقى فيه اكسترا تايم قال لك كل مباراة السوبر في العالم تسعين ديئة وبعدين پنالتيات لانه كان عايز يوصل الى پنالتيات عشان كده حتى لما لمطش خلص بصوا في الفيديوهات حتلاقوا محمد بسام قبل البنالتيات محمد بسام بيدحك اللي هو حارس ناري الطلاقع بيدحك ليه لانه اللي عايزينه حصل خلاص انا وصلت اللي انا عاوزه واللي كنا بنتضرب عليه طول اسبوع اللي فات ناني طلاع الجيش ما كانش بتضرب على جرى البنالتيات عسى ان يصل اليها وقد وصل لانه ربنا عادل ولكل مجتهد نصيب فحصل ووصل ورغم تألق الشناو في البنالتيات وطلع اتنين لكن محمد بسام طلع ثلاثة وعشان كده فازل طلاع الجيش وبالمناسبة مليون مبروك لطلاع الجيش مليار مبروك لطلاع الجيش البطولة الاولة عارفين يعني ايه بطولة اولة في تاريخ اي نادي دي وقعها بمقام مئة بطولة عند نادي واخد على البطولات فعشان كده انا عارف الفرحة الكبيرة في هذه المؤسسة المحترمة المؤسسة العسكرية ونادي طلاع الجيش اللي كمان سبحان الله يفوز باول بطولة في تاريخ مبارح اليوم نفس اليوم الذي رحل فيه مؤسسه مؤسس النادي المشير طنطوي رحمة الله عليه فالحقيقة يعني مليون مبروك لطلاع الجيش والله رغم اهلويتي الحزينة الان لكن ده لا يمنعني ابدا من تقديم خالص التهنئة لنادي طلاع الجيش كالقيادات ومسؤولين ولعيبة وجهاز فني على الملحمة الممتازة اللي عملوها مبارح ويستهلون يستهلون تعالى بقى تعالى بقى اما نشوف القصة مع الاخ موسيماني عاملة ازاي سبحانه مغير الاحوال من حال الى حال واشوف افريقيتك اسدقك اشوفك في الدوري استعلم انا ابتليت احس ان في نسختين من موسيماني في نسختين من موسيماني موسيماني العادي وموسيماني بشرطة موسيماني اللي في افريقيا بيدير المباريات بعبقرية وحرفية وتقنية بيشهد لها الجميع يعني مش كلامنا الوحدي كل الناس حتى غير الاهلوية شافوا البطنطبط وافريقيا اللي فاتوا وقالوا الرجل ده مخلوق عشان يدرب فرقة تاخد الشامبينز ليك في افريقيا تفرجوا على ادارته لمبارات مباراتي الوداد مباراتي النجب الساحلي مباراتي سانداونز مبارات كايزر تشيفز اللي في النهائي ده مبارات الزمالك اللي هو ده القرن اللي فات حاجة كده زي كتاب ما بيقول ادارة ورؤية فنية واختيار تشكيل صح وتغييرات صح وتحس ان هو آل المطش قبل ما يحصل عبقري زت يركب الطيارة ويرجع للدورة المحلية او المبارات المحلية موسيماني بشرطة واحد ناس الكورة وناس التدريب عنده مشاكل في قراءة المبارات بشكل فضيع ومتردد فيه القرارات اثناء المطش التشكيل في البداية فيه مشاكل وتصليح المشاكل بتيجي بمشاكل مباراتي الحقيقة ده باهت جدا على فكرة انا ما عنديش مشكلة ان انا نخسر مفيش حد في الدنيا ما بيخسرش بس عندي مشكلة ان انا ما حاولش اكسب مباراتي الاهلي ما حاولش يكسب مباراتي الاهلي كان الاكثر استحواذا والاكثر سيطرة والاكثر امتلاكا للكورة بس بس لكن مش الاكثر خطورة مش الاكثر فرصا مش الاكثر كده بدليل ان ال120 ديئة فيهم فرصة او اثنين اللي ينفع يتقال عليهم ان هما فرص لكن على الجانب الاخر طلاعي الجيش اه ما كانش الاكثر استحواذا ولا الاكثر سيطرة ولا الاكثر فرص بس كان الاكثر رغبة والاكثر عزيمة والاكثر قتالا على الكورة والثلاث عناصر دول لو توفروا في اي فرقة يغلبوا اي فرقة حتى لو بيلعبوا برشلونة لا بلاش برشلونة دلقت عشان بعافية شوية حتى لو بيلعبوا بيرن ميونيخ او تشيلسي او ليفاربول او باريس سان جيرمان لو لعب الكورة مهما كان ميسي بس نزل من غير الرغبة والعزيمة والقتال على كل كورة يفقد تسعين في المية من مهاراته ويتحاول الى لعب عادي اللعب العادي اللي قدامه بقى بالعزيمة يتفوق عليه عشان كده كان فيه مشكلة مبارع عند لعبت الاهلي على مستوى العزيمة والرغبة وعلى مستوى مسيماني والجهاز الفني في ادارة المباراة بشكل انا مش عارف انا بمحب مش اخش في النواية لان النواية لا يعلمها الا الله بس هل هم كانوا ضمنين المطش للدرجة دي كانوا حسين ان المطش سهل للدرجة دي لدرجة انه مسيماني مكنش قلقان واللعيبة مكنش قلقانة مع مرور الوقت وان احنا بنمشي والوقت خلصه وتسعين خلصه والمائة عشرين خلصه ما حسيتش بقلق على لعبت الاهلي وما حسيتش بقلق على مسيماني حتى لو موصلت دربات الجزاء هل هم مفاهمين دربات الجزاء خلاص بقت مضمونة زي ما كسبنا الكاس من طلق الجيش برضو بدربات الجزاء وكسبنا فالمراس فيه في البرونزية يبقى خلاص ايه دربات الجزاء هنكسبها عشان عندك حارس كويس بس الشنوي لا او ربنا بارح قالك اللعيبة الموهوبة في دربات الجزاء بالزاية هي اللي حتضيع والحارس بتاعك حاجبلك حارس موفق عنه في دربات الجزاء اسمه محمد بسام الشنوي صد 2 وبسام صد 3 فكان لازم العقابي يأتي من جنس العمل انت استهنت وماشتغلتش للمطش واللعيبة كانت نازلة بتتمشى وبتلعب باريحية كأن الجون هيجي في اي وقت فكان لازم العقابي ييجي لازم لان ربنا عدل ما نرداش بالظلم ورغم حزني الشديد كاهلاوي على الخسارة وان ده لقب سهل جدا في حد في الدنيا يقولك تسحى الصبحية قبل ما تتغدى انزل لعب 90 دقيقة واخد لقب في حاجة كيرا في الدنيا سالقب سهل وعظيم وفي المتناول وفرقة قدامك لسه ما فياش تجارس وما فياش خط هجوم خالص وبتاع يعني بطولة جايلك عالتبطاب وانت اللي تنازلت عنها طوعية فرغم حزني الاهلاوي الشديد بس انا فرحان ان ده حصل في بداية الموسم عشان يبقى صفعة قوية تفوأ بس خدوا بالكم الصفعة القوية اللي تفوأ ما ينفعش يجي بعدها صفعة تانية لانها ساعتها مش هتفوأ ساعتها هتروح مستاذنا مستكاوي النقد الرياضي الكبير مسائل فل يا مستاذ حسن مسائل نور اهلا بيك تفوأ ولا تروح اه يعني اه تفوأ تروح ماش برضو مش هي دي القضية يعني القضية الحقيقة الناس السؤال بتاع المباراة بتاع السوفر هو السؤال يكون هو ليه الاهلي خسر ولا ازاي لعب طلاعي على الجيش تمام لان انا شايف ان كل التركيز علي ان الاهلي اه كان مش كويس كان مش كويس والناس كلها بتبحث ليه الاهلي ما كانش كويس طبعا ما هو الاهلي ما كانش كويس علشان خاطر علشان خاطر طلاعي الجيش كان كويس صح هي دي النقطة صح يعني طلاعي الجيش لها بصح لها بصح في حدود امكانيات اللعيبة وحكاية التاريخ والفانيلا والشعبية والجماهرية بتاعتنادي الاهلي والبطولات الكتيرة فكان الطبيعي في بعض الناس بتزوم يعني عبد الحميد باسيوني عشان يلعب بالطريقة دي هو لعب بيها في 17 حصص في الدوري صح ونجح في ان هو يتعادل مع الاهلي وكان ده جيم بالنسبة له كبير جدا صح فيه احيانا بعض الفرق بتلعب باسلوب معين ولعبه مع الاهلي كمان في الكاس وتعادل وخسر بالضربات الجزاء تمام تمام فإذا هو الطر يلعب حتما لازم يلعب بالطريقة دي ما قدرش يلعب جيم مفتوح مع الاهلي صح نرجع للمباراة لو كان محمد شريف سجل الهدف في الفرصة اللي جات له كان المقطع هيتفتح وهيختلف شكل السناد صح وكان ممكن الاهلي ياخذ البطولة صح إنما عدم توفيق شريف في اللعبة دي ثم أبشع وكده هو اللي عطل الملعب إنما عبد الحميد باسيوني هو طرقاء الجيش عمل في الاهلي الحاجة اللي بتتعب نادي الاهلي جدا أنه بيقتل المساحات يعني شريف هو شريف جيري سبرينت واحد مبارح ما جريش صحيح ايه الانفراد الوحيد أيه اللي بقى ما قدرش يجري كتير خالص إلا مرة واحدة عشان الدفاع بتاع طلالع الجيش كان منظم جدا وكان فيه خطين للدفاع منص الملعب وفيه خط تاني واقف جوه الثمانتاشر بالضبط خط الدفاع الأخير مش بعيد عن بسام فمش تايب مساحة أبراه عليك هو لو لو خط لو هو بيدافع وطالع بره الثمانتاشر يبقى كده بيدي بيدي للأهلي فرصته الزهبية اللي بيعملها دايما صح انه ابسه سقق الكرة او التمريرات وراء المدافعين لشحات لشريف لطاهر رأي حد مصبوط وبالتالي يقدر يبقى فيه فرص كتير واهداف كتير هو لعب صح طعب هنا السؤال يا استاذ حسن احنا الحقيقة لا نغبط ولا نقلل أبدا ده أنا قلت أول كلمة انه في كاس السوبر عبد حميد باسوني كان سوبر الحقيقة فلا نغبط أبدا لا الأداء ولا القتالية ولا العزيمة بتاعت اللعيبة ولا الإدارة الفنية الممتازة لعبد حميد باسوني بس على الجانب الآخر زي ما حالك قلت ليه الاهلي خسر وطلع الجيش كسب عشان كان كويس وعمل اللي عليه الاهلي ماينفعش يبقى فريق بحجم الاهلي ومدرب كبير زي موسماني يبقى عنده يا أستاذ حسن حيلة واحدة بس لو اللي قدامه كشفها افلس اي فريق دلوقتي ممكن يلعب قدام الاهلي ويديع المساحات وما يخليش مساحة أبدا بينخط الظهر وحالس المرمى بتاعه بالتالي الفلوس فتاعة الاهلي يتبقى صعبة جدا بجانب طبعا الدعم التفاعي في وسط الملعب وبرقابة الجناح الخطير علي معلول يعني علي معلول كان بيستلموا ثلاثة صح من حر لا علي معلول بسيوني نجح انه يشل حركته تماما لا بسيوني والمهند لاشين لا انا قضي بسيوني المدير الفني يعني عن طريق الرقابة اه ارصد سمير يعني طبعا سمير وكمان مهند لاشين ومعهم امجد البكراي صح التلاثة كانوا بيشتغلوا على معلول بيسلموا لبعض علي معلول فعش يمكن علي معلول ما ادرش يعمل كرات عرضية صح مش ريحة الاهلي عمل ثلاثين كرة عرضية لكن اه معظمها في اشتباك يعني في في تلاحم مزبوط تبتلع مش مزبوطة او بتتشاط او بتتلعب ضعيفة مش دقيقة وهكذا صح اه الاهلي بقى زي ما انت قلت اذا كان عنده دايما الحل ده اللي هو افشه يشغغ المهاجمين لما ده يتعثر لازم يبقى الاهلي عنده حلول تانية من ضمنها الشوت التسديد من الثلاثة الثلاثة تسديد مستمر سرعة نقل الكرة الكرات العرضية تبقى ما تبقاش اخترق من العمق بالوان تو اي حاجة حاجات حاجات لازم يبقى عنده حلول كتيرة مختلفة غير الحل التقليدي اللي بيعمله دايما طيب هو السؤال الصعب انا عارف ان حضرتك يعني جريء في الحق هو عدم اللجوء لأي حيلة اخرى او لعبة اخرى مبارح طول المائة وعشرين دقيقة طالما اتفقست او كشرت مسئولية المدرب ايه مسئولية المدرب طبعا لكن هو السؤال هل هو افلاس ولا استختار انه كده كده هتجيب جون ولا انا معنى غير الحيلة دي فيه كرتين الانفراضين بتاعة افشا وشتيت انا بشوف انه فيه تلحصات فيه تعالي على الكور فيه عدم تركيز فيه صيقة كبيرة جدا ان الهدف جاي ايوه اه الفرق ما بين لعبة الاهلي ولعبة طلاعي على الجيش مبارح انهم طلاعي على الجيش كانوا مركزين جدا وامركزوا عندك الروح القتالية عندك امل وحلم بالاول بطولة بتحقيقها بتاريخ ده طبعا كله اصف انا رأيي فعلا ان الاهلي كان نازل المباراة وهو شايف ان البطولة بتاعته هيقضها صح ده عمل تأثير طبعا اكيد سلدي على الاداة طيب اخيرا هل هل ينفع يبقى فيه فرق شاسع بين السماء والارض كده بين مسماني الافريقي ومسماني المحلي لا لا انا انا اسفة انا ما بعترفش بالحق المدرب مدرب طبعا حاجة اسمها بص بص معلش تصدر مبيش حاجة في الكورة ابدا اسمها ده مدرب مطسط كبيرة ومدرب محلي ومدرب افريقي ومدرب مش عارف مفيش كلام ده ما تفسر بايه طبعا رئيس لا 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 هو نجح طبعا يعني انا قلت عليه ما انا ما ادرش اسحب كلامي عشان خسر مبارح السوفر قلت ان هو عمل ادارة جيدة جدا للمطسط الافريقية مع سرع قوية وهو بيقود النادي الاه صح مبارح ما كانش كويس لم يحالف التوفيق من ضمن عدم التوفيق مثلا قراره بان بنون ينزل قبل المطسط ما يخلص بثلاث دقايق عشان ينعم فينالتي واللعيب برى الفورمة يعني برى الفورمة المباراة حتى صح برى الفورمة المباراة وعشان كده عشان كده نازل انت بتقول لبنون انزل هاتجون بقى من فينالتي طبعا ده عمل ضغط عليه وبعدين هو نازل مش فرش صح كمان ابشة ضيع قبل كده يعني طبعا من احسن لعبة مصر مش النادي الاهلي بس لكن لكن البرالتيات حاجة تانية اه ضربة الجزاء دي ومع الدم حارس متقلق بسام لكن لازم يبقى فيه اختيارات اكثر دقة واكثر حتمة يعني صح في مسألة ضربة الجزاء لكن انت شايف انه ما فيش فرق ما بين ادارة موسيماني للمباراة الافريقية ودارة مباراة حاليا هو مبرح بس ما كانش موافق هو هو طبعا لانه ما بيش حاجة ما بيش حاجة اسمها مدرب بيعمل مصرات حلوة او المصرات الكبيرة والصعبة طب يجي بالسهل ويخيب يعني ما هي لا ما انا حقول لك على فكرة يا استاذ حسن على فكرة ممكن رغم انها تبعت للضحك بس هي ممكن ليه لانه يبدو انه في المباراة المهمة والمصيرية الافريقية بيذاكر وبيبزل مجهود وبيقرأ الخصم وبيحط خطة وبيستشيلوا بتاع ويبدو انه في المباراة السهلة بيستسهل فما بيبزلش نفس الجهد بس هو لو بذاكر كويس مطش السبعة تاشر عصص اللي فاتش الدوري اللي 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 حرم الاهلي من النقطتين كان المهمين جدا في سباقه ونحية الدوري في سباق الدوري حيضر لما يذاكر باسيوني لعب مبارح كما لعب يوم سبعة تاشر عصص صحيح صورة بالكربون صحيح اللي نشوف المطشين هيفتكر اللي مش هيطلعها هيطلعها بس الحية مش يبقى عارفين فيهم السوفر ومن فيهم مطش الدوري ايوه صح صح في النهاية هو درس اه طبعا الكرة كلها دروس ومعلمنا في الدروس الكروية الأستاذ حسن مستكاوي مشكورك شكرا جزيلا شكرا جزيلا على المداخلة و بس مجدبش عليكم كل الكلام ده اللي هو قاله اللي أنا قلتم ده بس ما طفاش ناري ما طفاش ناري لأن مبارح انت قاعد بتفرج على 120 دقيقة ايه ايه ما تتحركوا ايه ما تتنحرروا ايه يعني مستمنين ايه حاجة حاجة صعب حاجة صعب والمنظر ده هيبقى فيه مشكلة لو اللعيب وبعدين هقول كلمة برضو من جواه فيه لعيبة لازم لها برضو قرصة ودن ما عارفش قرصة الودن دي تبقى بقى جلسات واعدات ولا حتى يريحوا 23 اربعة لحد ما يعرفوا ان هم مش حاجزين اماكنهم مش حاجزين اماكنهم اولهم في رأي السلية السلية مبارح جاري كتير انتاج مفيش جاري كتير انتاج مفيش معظم التمرينات مش مظبوطة ومقطوع السلية كان اهم ما ذاته الباص السليم لقدام والتكملة والتزديد مبارح ولا تزديدة ولا تكملة ولا اي حاجة خالص وما تزعلوش منه انا عارف ان انتو بتعشقوه وانا بعشقوه علي معلول علي معلول مش هو علي معلول لانه عارف انه مفيش حد ينفع يقرب من مكانه مع كامل الاحترام لمحمود وحيد فهو دامن امبارح مش دا علي معلول لا دي جرياته ولا دا الجرينتا اللي عنده اللي هي النخوة دي بتاعتك ولا الافرات معظم الافرات برضو مش دقيقة علي معلول اسرع دليفري في مصر وملك الحلول امبارح كان بيلع حلول وكان بيلعب برضو كأن يعني فرقتي حجيب جون في اي لحظة فمش لازم ابزل المجهود مية في المية فالسلية وعلي معلول دول قطبين مهمين جدا دول عين مهمين جدا في الاهلي لما يبقوا فعالياتهم مفيش وانتاجهم مفيش الاهلي يخسر كتير يخسر كتير وشريف كمان لازم يرجع على تركيزه لانه واضح برضو انه مشتت زهدين شوية محمد شريف القصة محتاجة قعدة ورجع الزلزال يجي من جوه احسب الزلزال يجي من بره نروح اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل يمكن احنا متابعين بحضراتكم على مدار الايام الماضية الجهود الكبيرة بتبدو لها الدولة المصرية دعما للاشقاء في ليبيا ونقلت لحضراتكم على مدار هذه الايام اللقاءات المهمة اللي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح سيسي مع المسؤولين الليبيين الكبار سواء مشير خليفة حفتر قائد القوات او الجيش الوطني الليبي بالاضافة الى سيد عقيلة راتب رئيس المجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية وفي تنسيق وتعاون مستمر وعلى اعلى مستوى ما بين مصر وليبيا هذه الايام وفي اطار هذا التعاون والتنسيق والعمل المشترك على اعلى مستوى وقع النهاردة المستشار محمد حسام محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة في مصر مذكرة تفاهم مع المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى في ليبيا المذكرة تستهدف تبادل الفتاوى والاحكام والاجتهادات القانونية والقضائية والابحاث والمقالات والتدريب والطرفين اتفقوا خلال اللقاء بمجلس الدولة في القاهرة على ان يتولى مجلس الدولة المصري تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتقنية الى الهيئات القضائية التابعة للمجلس الاعلى للقضاء في ليبيا وتم الاتفاق على تبادل المطبوعات ذات الصلة بالاختصاص المشترك والمتضمنة للفتاوى والاحكام والدراسات والنشرات والمجلات الخاصة بكل منهما بالاضافة الى ايجاد الية مناسبة للإفادة من قائمة المراجع بمكتبة مجلس الدولة المصري ومنصاته الالكترونية حضر اللقاء المستشار يسري الشيخ النائب الاول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الامين العام والمستشار ضو الغزوي عضو مجلس اعلى القضاء الليبي والمستشار عبد الباصد مرغم رئيس القسم الفني بادارة القانون في ليبيا طيب تعالوا نروح للقطة كده من اللقطات اللي احنا بننور عليها لانه شايفين ان فيها مشكلة ودي الحياة مش مشكلة انا في رأي ان فيها كرسة انتو فاكرين الازمة اللي حصلت لي الاتنين من مغني المهرجانات وال اغاني رضا البحراوي وحسن شاكوش كلام ده كان من حوالي تلات اسابيع تقريبا وعشرين يوم حق كده الازمة انه شاكوش طلع على المسرح وقعد التاريق وعمل وصلة رتح يعني لريضا البحراوي عشان كان داخل عليه ومفاكرين الازمة يعني مهن تحقيقات نقابة المهنة الموسيقية قدت في النهاية الى وقف رضا البحراوي اعتقد شهرين تهيقلي اه و الغاء تصريح مزولة المهنة لحسن شاكوش ده القرار بتاع النقابة ويحترم واعتقدنا او انا اعتقدت انا واعوضوا بالله من كلمة انا اعتقدت ان هذه العقوبة وهذا القرار هيبقى لمبة حمرة في وش الاتنين او جرز انذار في وش الاتنين او ارصة ودن للاتنين عشان اللي حصل ده ما يتكررش فجئت الحياة فجئت ومع الفجأة الصدمة بتصريح لحسن شاكوش من يومين ثلاثة واعتقد انه كان طالع مع زميلي عمرة ديب لو انا ذاكرتي مظبوطة وبيعقب بيعقب على قرار النقابة بيالغاء تصريح على الحمل فبالتالي ما ممنوع من الشغل قال ليه بقى شاكوش قال حكتين الحاجة الاولانية ماشي التانية بقى هي الكارسة الاولانية قال انا حالي واقف انا ما بشتغلش وحالي واقف ماشي عدك العيب طبيعي طالعا ما فيش مركزة ومجازة طبيعي ان حالك يبقى واقف اللي قاله بقى التانية قال ايه قال ما عندي مارتكبتش جريمة يعني وهي دي في رأي المتواضع الجريمة الجريمة يا شاكوش ان انت لسه مش شايف ان ارتكبت جريمة الجريمة يا شاكوش ان انت شايف انه اللي عملته دا عادي الجريمة يا شاكوش انه بالمنطق اللي انت فيه دا لو النقابة طلعت لك تصريح هنا تاني هتعمله تاني انت شايف ان انت ما عملتش حاجة ما عملتش جريمة يعني ايه هي واجعة دماغ دا وتوقف حالنا وتلقوا تصريحنا ليه عملت ايه هانا عشان كل دا يعني الجريمة يا شاكوش ان انت مش مقدر قيمة خشبة المسرح اللي انت واقف عليها الجريمة يا شاكوش ان انت مش مقدر يعني ايه كلمة فنان والفنان دا رسالة وقيمة وقدوة ورمز ورسالة ومعنى ووطنية وكل حاجة قبل ما يبقى كلمتين في أغنية الجريمة يا شاكوش ان المسرح دا انت مش واخد بالك مين القامات اللي وقفت عليه قبلك الناس اللي كان بتوقف على خشبة المسرح تقرأ قرآن نص ساعة وتقرأ الفتحة والمعوزتين وصورة يسين وتبقى وقفة الف لانها في قدس الاقداس في الفند خشبة المسرح ده قدس الاقداس المكان اللي بيديك شهرتك ونجوميتك وحب الناس والفلوس وكل حاجة لازم تحترمه ولازم تحترم المكان اللي انت وقف عليه اللي فيه الملايين يتفرجوا مش يتحول الى انه وصلة رتح واشارات وايحاءات بذيئة ما ينفعش تتقلع القهوة ما بالك ما بتقلع على مصرح وفقلك المايكروفون وقدام جماهير هي دي الجريبة فلو انت يشكوش لحد النهاردة مش عارف ان انت عملت حاجة غلط يبقى ده الغلط وهنا انا مقدرش حتى لو انا متعاطف معاك على مستوى واقف الحال او ان القرشين وقفوا او السبوبة وقفت او الافرح وقفت او كذا ما قدرش اتعاطف وقلم نقابة دلوقتي يقول لهم ما عليش سمحوه بقى اقللوا الكذا او كمان شو فترة دوله الغاء لان انا شايف انك واضح انه ما تعلمتش من القطع ده انت طالعوا بتقول ما ارتكبتش جريمة يعني فارجو من اصدقاء شاكوش واذا كان فيه ناصحين بيسمع لهم يقولونه لا يا شاكوش لا يا شاكوش الضرب ما بقاش كده لا يا شاكوش اللي حصل ده جريمة والدنيا تقلبت عليها وكلنا حتى لو بنحب اغانيك بس نرفض هذا السلوك وكلنا مش حنسمح ان المصرح خشبة المصرح المصري سواء كان بتقدم عليها تمثيل او هنا تتحول الى اردغانة مش حنسمح لان ده الاعلاقة بشكلنا وصورتنا قدام الوطن العربي قدام العالم والقوة النعمة اللي احنا بنحافظ عليها اللي هي لها علاقة بتأثرنا وثقافتنا وحضرتنا خدوا بالكو الغنى المبتذل الغنى المبتذل تغييب للوجدان والعقول الفن الهابط خطروا لا يقل عن خطر المخدرات وكفاية نغيب عقولنا اكتر من كده بمناسبة المخدرات خلوني احيي الادارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الداخلية على خبطاتها الامنية الاحترافية الناجحة اللي بتعملها الحقيقة بشكل يومي تقريبا وفيه ضبطية جديدة لمجموعة من المخدرات والمواد المخدرة تم ضبطها قبل الدخول الى السوق المصرية وياريت والله ياريت والله يبقى فيه عندنا الادارة العامة لمكافحة الفن الهابط ده بقى سلام يا سلام مش عارف بقى دي نعملها ازاي ضربة عامة لمكافحة الفن الهابط لان الفن الهابط يغيب العقول ويخدر مثل ومثل المخدرات تماما لكن لحد بيبقى عندنا مكافحة الفن الهابط خلونا نحي مكافحة المخدرات نروح للتقرير عن الضربة الامنية من ناكحة وزارة الداخلية ومنه للفاصل وبعد الفاصل وفيه فوزي في اخر النهار نجاحات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والتخائر غير مرخصة التي تحققها في مجابهاتها الحاسمة لجرائم الإتجار وتهريب المواد المخدرة سبب رئيسي في تجفيف منابع المخدرات وتسهم في حماية الشباب من هذه الآفة الخطيرة التي تضر بهم وبالاقتصاد فيقزة الإدارة ساهمت في إحباط محاولة تشكيل عصابي نقل وتهريب 3750 تربة لمخدر الحشيش من شرق لغرب قناة السويس برغم إمعاني عناصر التشكيل في إخفاء المخدر أسفل حمول الجبس حجاري لسيارة نقل بمكتورة حتى لا يتم رصدها إلا أن المحاولة باءت بالفشل وبالتنصق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مدرية أمن السويس تمكنت الإدارة من ضبط عناصر التشكيل حال استقلالهم السيارة المشار إليها وسيارة أخرى بنطاق قسم شرطة الجنين بالسويس وبحوزتهم تلك الكمية التي تزن سلاسي مائة وخمسة وسبعين كيلو جرام وتقدر قيمتها المالية بستة وعشرين مليونا ومائتين وخمسين ألف بنيها وسجلت الإدارة نجاحا آخر يضاف إلى سلسلة نجاحاتها الكبيرة في مكافحتها لجرائم الإتجار في المواد المخدرة فقد تمكنت من إحباط محاولة ترويج كمية كبيرة لمخدر الآيس تلك المحاولة التي قام بها عنصران إجراميان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة ونجحت وبالتنصق مع قطاعات الأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن الجيزة وبمشاركة فاعلة لقطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نجحت في ضبط العنصرين حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم 11 كيلو جرام من مخدر الآيس تقدر قيمتها بـ 28 مليون جنيه لم تقتصر ضربات الإدارة عند هذا الحد إنما توصلت الضربات والنجاحات فقد استهدفت وبالتنصق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مدريتي أمن المنوفية والإسماعيلية عددا من العنصر الإجرامية الذين تخصصوا في الإدجار بمخدرين الحشيش والهيروين وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم 70 كيلو جرام لمخدر الحشيش وإثنى 10 كيلو جرام لمخدر الهيروين وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بعشرة ملايين جنيه قضايا إدجار وترويج مواد مخدرة يتم ضبطها وهو ما يعبر عن حجم الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذلها أجهزة مكافحة بوزارة الداخلية ويقظتها الدائمة وهو ما يحول دون نفاذ تلك الكميات إلى المجتمع ويحمي بذلك الشباب من الوقوع فريسة لإدمان المواد المخدرة أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل وبعد الفاصل الموعد مع الكلام المفيد مساء الأربعاء والرصاصات الصحفية والتلفزيونية وعميد الإعلامين العرب الأستاذ مفيد فوزي مساء الورد رئيس مساء الورد ولكن مساء المسافة بين أقل نقطة وأعلى نقطة بمعنى أنه تجعلك المواطنة قادرا على أنه أقل إنسان في هذه البلد يستطيع أن يخاطب أكبر إنسان في رأس هذه البلد طبعا طبعا صح؟ المواطنة والحرية والحرية نظبوط أنا أمني عم إبراهيم اسمه عم إبراهيم إكسسوار شغلته كده لأنه طول العمر بيشتغل فأنت عارف لما بتشتغل شغلنا طول العمر اسمها بيلتصق فيك الاسم على طول صح قال لي لما بيتطبطب على الغلبان يا ريس ربنا بيتطبطب على مصر وعليك بدأ كده قال لي أنا مأمنك رسالة تبلغها له حلو المعنى درر قلت له درر مين قال لي درر قلت له أصدق درة قال لي آه درة درة خلاص أنا عفوها درة قلت له أنت بتكبرها يعني ها بيعظمها درر يعني قال لي درر وشيل المراية دي عام إبراهيم وخليها هنا عشان هيوقف قدامها الأستاذ أحمد فليكس طوله أحمد فليكس ده مين قال لي فلوكس فأنا بضمه سكر عبدالله آه وواضح طبعا أنه هو بيعمل إفهات في الحياة طبعا جميلة يعني بيقول لي أنا عايز أقول لحضرتك أنا بشتغل سنة على طول وقعد عشر سنين ما اشتغلش ولا فيش لقمة عيش قلت له طبب دعم ليه قول لي بقى قال لي بعمل جمعيات جمعيات ودي جمعية جمعية تسلف جمعية جمعية يا سلام قال لي دي الطريقة المصرية اللي المعدمين يا أستاذ مفيد بيشتغلوا بياه لغاية من ريز عمل فكرة التأمين علينا آه اللي هم العمالة غير منتظمة أيوة وقال لي أنا مش أنا مش نجم ولا أنا ممثل ولا أنا ممثل زغير ولا أنا ممثل كبير ولا أنا كور ولا أنا حتى كومبرس أنا عامل إكسسوار يا سلام بنيت كل حياتي إن أنا أشتغل عامل إكسسوار وبالتالي ما عندوش شغل أنا غيرها خلاص وبعدين الدنيا كمان بيضت بس أنا عايز أقولك إنه الفكرة الجامعية دي نعم دي فكرة مصرية بامتياز تمام ومتأصلة في التراث الشعبي والوجدان المصري منذ عشرات عشرات السنين وبيحلوا بيها وعايز أقولك بقى نعم أن مبدعة هذه الفكرة نعم امرأة مش ست مش امرأة مش ست امرأة مش رجل لا دا حالتنا النهاردة عجل امرأة مش رجل نعم الزوجة المصرية هي أول ما نبتدعت فكرة الجامعية تمام علشان تكمل بيها إذا كان في عجزة في بصروف البيت تمام وهي دعما لزوجها وفي حاجات كتير يعيشو في عبقرية المرأة المصرية ايش يتجوز ايش يتجوز طبعا مدارس طبعا حاجات مدارس طبعا فعمك إبراهيم بيقولك إنه خلانا بهذا التأمين نبقى بني قدمين واستغرطنا إن حدف لسه فكرنا الله فقلت له يا عم إبراهيم أنا بعتقد إنه ربنا يكرمنا كلنا قال لي لا دا ربك سطر والسيسي بخاطرنا جبر الله عجبتني قوي يعني فضلت في دماغي طبعا أسقود بيك هو هو لخص كل شيء في العبارة الأولى أسز مفيد ما قالك إنه أي حد بيفكر إنه يطبطب على الغلبان لازم تتردينه لازم تتردينه فربنا بيردها للريس ولينا كلنا كمصر بإنه ربنا بيتطب علينا نعم ينجينا من المحن ينجينا من الأزمات يقف جنبنا وقت الصعاب والحمد لله ربنا دايما ساترنا وفكرة التأمين كما تعلم ممتاز هي فكرة التأمين على البشر طبعا طبعا لابس بس يعني موضوع لطيف يدفعني إلى إن أنا أقول لك عمرك دخلت الجامعية آه دخلت آه في بدايات العمر وأنا لسه متجاوز جديد يا سلام آه دخلت الجامعية عشان كان عندك حاجة وعايز تجمع لها فلوس آه عربية كنت عايز تجيب عربية وما سوقش كويس إنما أمالكت بتسوق حلو فقالوا ندفع كل واحد آه 150 جنيه كوي وآه 150 جنيه آه أشتجيب عربية لا يعني لا في 12 واحد آه الجامعية مكونة من 12 ولو دخلت دخلت سنة كم ده من زمن طي ده من من آه يعني من قبل ستنات طي عشان كنا بقولت طبعا طبعا عايزة وصل الناس 150 جنيه رقم صحيح صحيح ف آه آه أنا كمان استكترت التلوس طبعا لأنه في أيامها وأنا بشتغل صحة في فروزة يوسف آه ما كنتش قادر أن أنا أجمع الفلوس دي كويس لدرجة أن أنا الراجل مرة جي زعق على الباب كان طالب قصة خمسة جنيه وزعق وقال له وناجي كل يوم عشان كنت نجيبت أنا سجادة وأصددتها على شهور فمعرفتش تكفى القصة معرفتش يعني مأجرتش يا سلام لكن ربك بيقف يا تامر مع الإنسان لما يبقى مجتهد صحيح بس أنا مش عايزة أقول عبارة أكتر من كل لا لا احسنت اجتهاد وفي حاجة تانية خصوصا بقى الأسر الشعبية واللي هي الناس الأصيلة اللي في مصر اللي احترمة قوي جميلة أهلينا دايما أن يقولك ربنا بيبارك كده في شوات حاجات منها لما تيجي تعمل جامعية أو تبقى مزنق مثلا عشان تجاوز ابنك نعم تلاقي ربنا بيبارك والفلوس طلعت تتعافش بيه صحيح في البنى في العمران لما تيجي تبني نقولك أنا معايش في نوس بيش عفق ايه ربنا تلاقي بيبارك وبيكمل وبيعمل بيش عفق ايه أي حاجة ليه علاقة بإعمار البشر والتنمية والخير والزواج والحاجات الحلال وبتاقي تلاقي ربنا طرح البركة فيها كده ونرزقهم من حيث لا يعلمون انت عارف انها في فكرة التكافل هي في النهاية فكرة التكافل هي صورة جدا من صورة التكافل طبعا طبعا كزع الفرد بيتلموا ويقفوا جامعة بعضهم عشان في واحد يقبض الأول أنا بقى كنت عايزة أقبض الأول كمان بقى أبضوكش الأول أه لا أبضت أه طبعا أبضت الأول أساس وفيد ما يسيبش حقه أبضت الأول أه ورق وجبت العربية وجبنا العربية عربية يعني طيبة كليس قدرت لكت ايه كترمسيس أه طبعا صح طبعا طبعا في تلك الأيام أه طبعا وانا كنت بس أتطرق كده عليها كانت لونها ايه أه أزرق أزرق عشان الحسن المتاح ولا الأرخص كان أرخص لون لا 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 المتاح المتاح ساعتها يا ربسيس زرق برضو مش أي لون لأنه لأنه كمان القناعة بتبقى لها قيمة كبيرة جدا في جونة الشخصية طبعا طبعا أنا ليس أقلت السؤال بتاع آه إن حضراك دخلت في جماعية طبعا مش عشان بس أربط الأحداث بالكلام اللي قاله العم إبراهيم آه عشان أقول للشباب والأجيلة جدا دلوقتي اللي بيتفرجوا على مع كامل الحفظ الألقابة يعني مفيد فوزي الإعلامي الكبير اللي دلوقتي الحمد لله متأثر الحال ولبس جاكت إشب كام ومش عالف إيه ونضرة إيه وحاجات من دي إيه ابتنى حياته إزاي ابتنى حياته بجمعية نعم عشان يجيب سجادة نعم وجمعية عشان يجيب عربية والرجل يتخن معا ما بدأ وهكذا وصل نعم فبالتالي اوعى حد يستصعب حاله في البداية اوعى حد يقول إنه مفيش فايدة أو أنا عمري ما حوصل لللي وصل للآخرون كلنا ابتدينا بصعاب هي اللي أجبرتنا على النجاح وما كانش في أيامنا حاجة اسمها الترند لا ما كانش تكسب البني آدم كده فلوس قد كده كده صح ازاي كده اه كده انا موعدين اتعرف تنع صابعك اه استنى اه والله هو يعني طبعا محتاج مسلا سمع عشان اسمع الترقع بتاعتك بس لا اه يا السلام دي مهارة بالنسبالة كاني اه اللي أنا بعمله ده صنع لا 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 ما هو أصله الترند كده اه الترند كده اه لأ تفصورة في فيديو تك مبروك اه شيء غريب ما بطربي المهرجانات اه يعني لو عبدالحليم حافز وصباح واسمهان وشادية كانوا حاضرين اليومين دول كانوا مش عايز اقول ايه عشان بس مهنش مقامهم الرفيع نعم كانوا حزنوا على نفسهم حزن السنين نعم صحيح وكانت سوم تقعد تنتع اغنية ساعة ونص تحضر الله ستة شهر واما تحضيراته وبروفاته مش عارف ايه وخمسة وتلاتين عزف وسبعة وتلاتين موسيقي وهي تعمل ايه ومش عارف كزا وتعمل مجدها على مدار 40 50 سنة طبعا ودلوقتي من غير ذكرى اسماء نعم اوبا تشيكا باتا كزا ملايين ملايين يعملوا ازاي اوبا تشيكا باتا لا 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 اه اه تمام اغنية على اللي تنزل مش عارف كم مليون مشاهدة مبروك عليك اصبحت من الافرياء على فكرة عبدالحليم حافز كان جاب عربية بعد سنتين من شغله في الفن بعد سنتين نعم انا فاكر كويس او بعد سنتين ايه لم يكن يملك عربية لم يكن يملك عربية واللي كان بيوصله مجد العمروسي يا سلام الذي يدير صوت الفن تمام تمام واحيانا كمال الطويل لانه طبعا اكثر سراءا شوي وبيني وبينك كمان بس طبعا الكنان ده اه يمكن الشباب يتحك علينا ويبتري علينا فيه يقول ايه انا انا شخصيا انا استمتعت انا استمتعت اه بكل لحظة صعود نعم يعني كان ممكن ربنا يديني ويفتح علي من حيث لا احتسب جدا وابقى غاني من اول لحظة نعم واجيب كل العربية النفسي فيها وكل الشوية النفسي فيها وكل لكن الحقيقة انا سعيد برحلة صعود اللي ربنا رزقني اياها وهي فكرة انه بتريد بيبيت عامل كده كان قوضة واحدة وبعدين بقى قطين وجبت عربية صغيرة زي ما حركت افضلت كده لما اتخرجت من جامعة وبتريت اشتغل وحطت قصت مش عارف ايه وبقى يا الله ارحمه ويحسن اليه ساعدني نعم وجبت اول عربية في حياتي وكانت صغيرة وفرحت اول بعد كده لما اكبرتها وجبت عربية زيرو لانا وليا كانت مستعملة طبعا وبعد كده لما جبت العربية اللي كان نفسي فيها كعربية ثالثة اللي هي بعد العربيتين دول بقى سعدت الدنيا لدرجة ان انا العربية دي لابدت فيها بالليل من فرحاتي بيها فعلا بيت عفلت الازاز وبتاعه وجبته ورجعت الكورسي مش عايز سيبها من فرحاتي بيها فمتعة ان انت تتسلق الجبل خطوة خطوة او السلق خطوة خطوة دي متعة نعم لازم الشباب برضو يستمتع بيها واستفيد بيها وهي منهج وهي منهج طبعا منهج منهج هل حالك مؤمن انه النجاح السريع قوي يعقبه سقوط سريع مش عايز شك مؤمن بدا مش عايز شك انما انا يعني انا كصحفي مثلا بعد طريقة تفكيرك اكتب الخبر ثم اعمل التحقيق الصحفي ثم في النهاية اكتب المقال صح المقال احد الدرجات الطويلة لازم تبقى كاتب وفكر انما مش ابقى بين يوم وليلة كاتب مقال ولذلك هيكل قال ايه ده 135 مقال في يوم واحد في الجرائد ايه ده اعتبر ان دي فوضى تماما لانها مش مشيا على الاساس اللي تعلمنا عليه طبعا لاننا كل الوقت كنا يندرك جيدا ان الخبر يعمل حدوتة الحدوتة توصل لفكرة التحقيق فين وفين وفين لما يكتب لي مفيد فوزي يكتب ايوه مفيد فوزي يحقق خد بلحك حاجة بتطرح نقطة مهمة جدا نعم احنا ربما بنعاني منها هذه الايام نعم وهي فكرة انه من له حق التوجيه والتحليل للناس ده لازم يكون حد عنده من الخبرات وتراكم المعرفة والقدرة على التحليل انه يكتب في النهاية اصلا خد بالك المقال ده ده مفيد فوزي بيقول للناس حاجة طبعا مش كده نعم بعيد عن خبر نعم بعيد عن تحقيق تلفزيون نعم مفيد فوزي يكتب يعني مقال مفيد فوزي نعم مفيد فوزي يقعد كده يقول محتوى انا عايز اقول للناس حاجة محتوى معين صح اه تمام اللي هي بنات افكار مفيد فوزي تمام تاسف مش اي حد يقدر يطلع يخطب الناس وبالتالي لما يكون مفيد فوز عايز يقول ده ده انا بقوله من من قمة الخبرات المتركمة قمة الهرب الصحفي جوايا طبعا طبعا ولذلك لما عد صغير يكتب المقال لا يؤثر ويبقى عديم التأثير صحيح وهنا يعني بتبقى احيانا فيها عنصر المجاملات وحاجات ده مش احيانا ده كثيرا بيقولك نجيب محفوظ المواطن طماع وحالم يريده احوالا افضل بدون مشاركة لا بمال ولا بجهد من حوار ليه مع نجيب محفوظ نجيب محفوظ اه قال لي المواطن طماع وحالم عاوز عاوز احوالا افضل من غير ما يشارك يعني يبقى قاعد يتفرج مستغربها بصراحة من من استاذ نجيب محفوظ ليه نعم اصنجيب محفوظ ابرع وادق من كتب عن الحرفيش نعم واللي كتب عن المهمشين كتب عن الطبقات البسيطة والاحياء الشعبية عشان كده دخل من عمق الردار هؤلاء وعرفهم لا بس هو عارف قد ايه الطبقات دي مرضو بتشقى بتشقى ايه بتتعب ايه نعم طيب نعم بس في النهاية بيبقى عاوز افضل احوال ما ده طبيعي بقدر بجهده علي لا ده بطبيعي انا متهيق لي ان الاجابة بتاعت استاذ نجيب دي جاي في سياق الحوار نعم بيكلم عن فئة ما يعني انا يعني انا مثلا قلت له استاذ نجيب هو ليه كل ست في رواياتك ساخطة قال لي اما هو ده استاذ مفيد حاجة بديهية الستة الشريفة لجزها لبيتها لحياتها اما الساقطة فهي مادة للدراما لكي لا يدكرر المشهد فيما بعد الستة الشريفة المحترمة ده الطبيعي اه خلاص ده معناه انك انت هتقول الواقع الواقع ايه مال لا مش هقول الواقع اه ده انا بقول قاعدة عامة طمع بس حالك استاذنا وعارف نعم ان لكل قاعدة شواز والاستثناء او الشواز اه يؤكد القاعدة ولاين فيها نعم العادي انه المنظومة والتيم واركو وفريق العمل هو اساس النجاح تمام وفي بعض الحالات النادرة الوان من شو هو اساس النجاح الوان من شو اه انه هو عمل فردي اديني مثل اديك مثل عمر دياب عمر دياب مثلا تفتكر عمر دياب ما وارهوش ما جميع من الناس بيساعدوه تفتكر كابتن محمد صلاح ما نكون تعدك المثل برضو محمد صلاح ما وارهوش ده ده بيقولولي اصدقائي انه مدير اعماله هو اللي بيقوله اعمل كذا روح كذا هل تعتقد ان محمد صلاح او عمر دياب يتحرك من زهنه وان من شو وان من شو وهو اللي بيختر مساعدي ولا يجرؤه على لأ مش لا يجرؤه يستطيعوا ان هم يشيروا عليه بإشارة باستشارة بنصيحة كذا لكن عمر دياب هو الذي يدير مؤسسة عمر دياب عمر دياب وانا بقول لها مؤسسة عمر هتقول لي هي فيل الشركة طبعا لا فهم عمر دياب هو الذي يدير مؤسسة عمر دياب وده على فكرة من دي وان نعم هو بقى يستعين بمن يرى انه يساعده في القصة دي حد كويس في التسويق حد كويس في الترتيب الحفلات حد كويس في الساوند سيستم حد كويس في مش عارف ايه لكن في النهاية هي مؤسسة عمر الديام لصاحبها ومالكها ومديرها نعم عمر الديام نعم ومحمد صلاح كذلك نعم محمد صلاح هو الذي يدير موهبته فيه بقى مدير اعماله ومحميل اسمه اعتقد رامي انا فاكر صح ورامي عباس وفيه بعض الناس الاخرين يبتع يساعده لكن في النهاية هو وان من شو نعم فيه ناس كتيرة كده طيب يبقى يعني نتفق على انه يعني انا في رأيي والله اعلم برضو ممكن قلت في رأيي الاول قبل الجدل والقطأ والصواب انا في رأيي ان مثلا نجيب ساويرس نعم كان كبير وعنده الاف الموظفين لكن انا في رأيي انه وان من شو انا اما المبدي يا عقوبي بقى ايه وان من شو قال له احمد زويل وان من شو اما المين اللي بيشتغل ضمن طريق الناس اللي ما عندهاش قدرات خاصة اختلف معاك حقك طبعا وعلى فكرة انا قلت عشقير رأيي ده انا عايز اقولك ده انا عايز اقولك ده انا عملية مواجهة الكورونا في هذه البلد لم تكن لتحدث لا دي منظومة جماعية ممتازة ايه لم تكن لتحدث دون العمل ضمن طريق بص يا رايس لا انت هنا برضو هنا بديكلم على منظومة جماعية ما فيهاش ابطال لا لا ده انا عاوز كلهم ابطال عزيزي تامر انا عاوز امجد قيمة العمل ضمن طريق مليون في المية انا بس حريك سألتني اه عن رؤية الواقع فانا بشوف في بعض الناس ربنا حباهم بقدرات خاصة ما هو عمر دياب ده عنده قدرات خاصة جعلته يظل على قيمة الهرب الغلائي تلاتين سنة اللي فاته هو نمبر ون نعم مع الاعتزال محمد رمضاني نعم كويس حريك قلت ايه دورت كتير عشان تلاقي مجد يعقوب ولا هو اللي قفز بتبغغ على طول على طول في تهني طب مين تاني غني مجد يعقوب في الطب الطباء ناجحين فقط صح بس مش قيم مش مجد يعقوب صح دهنا متخيل صح يا رئيس ايوه متخيل ان مجد يعقوب لانه اشتغل ضمن فريق بقى مجد يعقوب هو اشتغل ضمن فريق بس لانه مجد يعقوب فحط السيستم صح فالفريق اللي معاه دخلوا في التكوينة مصبوط كده صح كده صح لا انا ما بقولش ان كوان ما نشو معناها انه مفيش مساعدين مفيش فريق مفيش معاونين اه هو ده لكن انا بتكلم على ان في بعض التفارات عاملة زي مجد يعقوب زي احمد زويل زي نجيب محفوظ نعم زي نجيب سويرس نعم زي عمر دياب فيهم قد ربنا حباهم بقدرات خاصة جعلت اسمهم لوحده حالة نعم ثم يعاونه من يعاونه بس اللي هايزة وصله انه النجاح ليس مجرد لخبط حز لا ولا 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 كده لا 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 طبعا لا هو مجد يعقوب ولا محمد صلاح ولا عمر دياب ولا زي لخبط حز مشوار وكفاح وجهد عظيم من شائر عبد الرحمن الشرقاوي الكلمة نور وبعض الكلمات قبور يالله الله احسن وصدق صحيح طبعا الكلام الصدفة انها امبارح ولا اقول امبارح كنت بكلم الناس في الحكاة دي بخاطب مستخدمي السوشال ميديا اه اي شابة اي واحدة او واحدة قاعدين على السوشال ميديا استاذ مفيد وبيستهين بانه يكتب بوست او بتاعه فكنت بقوله كلمة انت بتكتبها دي رصاصة بوست بتاعك ده ممكن يقرأ حد يحطم اماله ويخليه ايأس في الحياة او ينعش امال حد ويحطه على بداية الطريق الصحيح الكلمة نور وبعض الكلمات قبور كما طالت الشرقاوي لازم اقوله لك فلما راجع ازاي ناس محترمة جدا لما تكتب لي بوست او الرسالة تقول لي ما تتضيقش تهدى الالف يهقفش وربنا يخليك لي لام يهقفش ما بقيتش وناس معترمة مش قادر اقولك يعني ده ايه حكتين ركاكة 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 في اطمام اللغة العربية وللأسف ان دي بقت لغة الكتابة على السوشال ميديا اهو ده اللي عايز اقوله عايز اقوله ان السوشال ميديا خلقت لغة جديدة لغة جديدة صحية وهي لغة ركيكة للأسف ولها علاقة لها اطلاقا يعني انا لم تصور ان انا اقول اكتب لدفتور صلاح فضل رئيس المجمع اللغة لا يانهراب يد مش ممكن يانهراب يد يعني يعني متجيش لا طبعا متجيش اه ابدا يعني طمام مش هنخش على ارشيف بقى اه لا اهم اكتب اتنين طب يلا تجديد العلاقات الزوجية اه بالسفر للقضاء على الملل ولا السقم ولا الزهق هو الاول لازم نكتب انه ليباني استطاع اليه سبيلا ايو السفر ده مبدئيا السفر دلوقتي بقى محتاج يعني شكلة فلوس حلوة كبيرا لكن اذا توفرت الاموال يبقى للقضاء على الرتابة الملل الملل اه اللي هو نمر واحد اه الملل هو عدو الزوج نعم عدو الزوج عندما يشعر الزوج او الزوجة بالملل ده اول نقوص خطر يهدد عش الزوج هل الاصفار القصيرة تزين الملل جدا نعم وبالمناسبة انا لسه عملها الويك اند اللي فات برافا بدون سبب برافا صحيح يوم الجمعة انا بايا اخد اجازك الويك اند صحيت يوم الجمعة مكنش برتب اه فصحيت صليت الجمعة وامت راجع المدام قلت لها لا اطلع يا اسكندري اسكندري مش سهل انا بعشة يا اسكندري طبعا فقالت لي طب ايه فين قلت لها ايه حنروح وحنناكل لنا اكلت سمك حلوة هنقعد على البحر نغير اه بدل ما نقعد في البيت اه وعايز اقول لك كانوا يومين اجارك الله كسروا اجارك الله كسروا كل حاجة خسروا كل حاجة اه ليه صديق كان بيشتغل في وكالة انباء الشرق الاوسط وهو رجل لامع في الحياة اه وكان وكيل في لجنة الاعلام كويس عبدالله حسن اه طبعا وله طبعا لنرجهه تحيز اه زوجته مها اه عندها بنت كويس فمن حين الاخر تروح لبنتها فقول لي عبدالله يا عبدالله انت وحيد يقول لي بس من جدد اه يعني هو يرى يرى انه يعني هو مع مع ولاده مثلا شوية هي مع بنتها طبعا للتجديد اي اختلاف عن النسق الممل الرتيب اليومي العادي يعمل تجديد كيف نعلم الناس هذا الكلام اه بالخبرات 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 والكلام اللي احنا بنقوله ده في البرامج وتجارب الحياتية كل الناس حتتعلم هل ممارسة الديمقراطية يا عزيزي تامر في الاعلام ام في الصحافة ام في مجلس النواب ممارسة الديمقراطية اه اكتر شيء واصلا هو لازم يبقوا في التلاتة في التلاتة اي مجال من التلاتة لمجلس النواب او في الصحافة يفتقد الديمقراطية نعم ايبا مش موجود مش متهد من اساسه نعم الديمقراطية اساسها في العمل التشريعي ان الكل نعم يقول رأيه والكل لا يحجر على افكاره والاغلبية هي التي تحكم نعم القرار نعم وفي الاعلام وفي الصحافة كذلك نعم الرأي الواحد على كستاذنا في الصحافة نعم يقتل التعددية في الرأي والحوار انا بدي احيانا من المنشتات الواحدة صحيح لانها موجهة اه وبعدين في الصحافة عزيزي تامر لازم الاستوري صح ده بقى ده انا بكلمك بقى مهنية صح طبعا اللي يفرق جورنان عن جورنان هو الاستوري مليون في المئة ولذلك الكواليس كانت عند مصطفى امين لمعة صح صح وعند هيكل خرافية مصبوط لارتباطه ودخوله دوائر صنع القرار دوائر صنع القرار مصبوط فبعارف الحدوتة طبعا الستوري تشجع الناس على الاراية اكتر بتعيش الصحافة الورقية اكتر احسنت احسنت نعم ستوري وقصة ارشيف نعم وكنوز ولعطات وصور مفيد فوزي نعم بعد الفاصل اهلا وسهلا ويا مسهل الحال ارشيف مفيد فوزي قلتلك قبل كده ان الطفولة بنت صح صح هقدملك الطفلة حنان مفيد فوزي ايام كانت مخلوق بنت وفرعت انها بنت مش ولد يا حبيبي اه يا حبيبي وهاء اي بيبي جميل اي بيبي خلقه ربنا جميل نعم بس نقول يا حبيبي على نظرتك انا اعشان كده كنت لليس اقللك اه امارس لاول مرة الابوة ايوه يعني طبعا اي بيبي ربنا خلقه في الكون clique نعم لكن انا باقول يا حبيبي اكتر كمان على نظرتك اللي فيها فيها أبوة نعم بس فيها كمان اندهاش طبعا صح صح عجقاء جدا اه اندهاش وفيها اه توهى شوية حاس اللي هو توهانة شوية اه توهانة اللي هو عامل فيك ايه بيتعمل بايه ايه انت مين وحاجة كمان تانية اه الاكاية اما هو بنا بقولك حيرة وتوهان حيرة وتوهان اه انا شايف الوش فيه كده انه امام قطعة من اللهم سبحان الله وسبحان الله الله يشاء انه بتكبر 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 الى ان تصبح صديقة وده اجمل شعور نعم ان انت تشوف نبتتك نعم سواء ذكرة او انثى نعم نبتتك الصغيرة اللي انت زرعتها بتكبر قدام عينك لتكون في الاخر شجرة مثمرة ودي اه حانان وهي اجبر شوية اجبر شوية اجبر شوية اه انت هنا لا خلاص انت هنا تعودت شوية اه وهنا صورة فيها ابوة خالصة ابوة خالصة ابوة خالصة اه على فكرة راح ابرك صورة ندرة ليا انا ام وانا في السادسة والثلاثين كويس ووالدتي قاعدة جنبي ووالدي لأول مرة يخضع للتصوير قاعد جنبي اه وعمهتي وبيجوارها امال العمدة ام صورة قبل الزواج يا خبر ربي في التفكير في حالة الخطوبة يعني جمعنا البشر دول في حالة العيلتين نعم في العيلتين كانوا متجمعين عشان نتكلم في الخطوبة نعم كنتش لسه فيها اي ارتباط خالص تمام وهي قاعدة 36 سنة نعم هي قاعدة على اه مباين وطبعا وده اول ظهور في صور لوالدك تماما لم يعدس من قبل ان والدي خد يعني تصور او خضع للتصوير اي اي تمام 36 سنة نعم بالزبط ما كنتش متخل او ما كنتش شايف ان ده كانوا بيقولوني سنة متأخر شوية كانوا امي كانت تقولي اه كفاية كفاية اه كانت تقولي السنة ده في الستات يبقى عيبة كبيرة جدا اه زمان دبعا كانت الافكار دي موجودة نعم مظبوط وانت ارتبطت او رغبت في الارتباط رغبة منك في الارتباط او لانك تعلقت بامل العمدة ولا استجابة تل رغبة امك لا لاني تعلقت بامل العمدة لدرجة اننا لما زعلتها مرة في القاهرة اه وكنت اه ان ابتهى تأنيب شديد فبكت وانا بوصلها اي تركب الاطر اه بتاع السعيد لانها اقصرية تمام انا فكر كويس قوي ان انا رحت اعملت خد جبت تذكرة طيارة وكنت موجود في القصر يا خبر ابيض على المحبة وهي نازلة فبص تتصورت اماني شبح طبعا ما لست ايباك هناك نعم بصدت كده قلت لي مفيد قلت له انا جاي اللي اعتذرك يا انا يا امال يا سلام يا سلام وانا اعتقد انه هذا المشهد عاش طويلا وغفر بحاجات كتير وكل التحية طبعا للسيدة والدتك في الصورة لانا انا عارف فضلها عليك اه طبعا تنتين امريكا النهاية هي من علمتك صحيح شغف القراءة وحب القراءة بزبط ابرابع عليك تمام بسم الله من شاء الله اه حديث المدينة ده زي ما انت عارف هو البرنامج يعني الاب الروحي لبرامج التكشو اذا ما اعطيلي في ان انا اقول لا طبعا لا لا حالك ما تقولش احنا اللي نقوله ونقر وكان معي دائما الاستاذ حمد السابروت طبعا يعلمه كل الناس كان دائما التتريب يكتب كده عادة ست حمد السابروت اللي هو المصور الصحي والمخرجة المصور التليميزيون الياسف نادية كمال اه طبعا الله يرحمها ويحسن اليها تعرف ان الاستاذة نادية كمال لا يرحمها اه كان بتشتغل معا انا كنت باشتغل معاها يعني كانت هي مخرجة برنامج سابعة خير مصر وانا كنت مقدم صحيح كانت مخرجة يوم الجمعة اللي انا كنت مقدم التعديد الجمعة يوم الجمعة ان هو كان من اهم المهمة في سابعة خير مصر كنت انا مقدمه انا والزملاء الاعزاء طبعا هلب وعلم وجمال الشاعر نعم فكانت مخرجة اليوم ده كانت الاستاذة نادية كمال الله يرحمه ويحسن اليها موجودة الصورة على الشاعر اه وقضيعت انا بقول ان المرح ليس له عمر المرح ليس له عمر طبعا اذا سمحت لي اوريك صورة ليا في المانيا اي وكنت كبير ايه ده ركبت عربية من اللي تتساء من اللي تتساء كده عربيات الملاهي اه عربيات الملاهي ولكا انت تخيل ان انا بقى تجربين وانك بشمال ده انت كبير فعلا اه اه يعني طب ده اي حد عند عكل كده ولا انت قررت اتخذ التجربة ده اللي تتقررت اتخذ التجربة يا خبرة ربيات وعشان كده انا بدأت جملت ليس للمرحي عمر اه احسنت احسنت احنا بنشوف الناس بسم الله مشاء الله بس يمكن اكترهم في الغرب اه بتلاقيهم سبعين وتمانين سنة وتسعين سنة وواخد دمرته وبينقصه صحية وبييتمشوا مشاعفين واخدها في رحلة يلفوا العالم وانت عندك تسعين سنة فالحياة المرح لا ليس له عمر طبعا وحب الحياة صحية اسمع لي ان انا وريلك صورة القطب الوفدي الراحل يسين سراج الدين اه طبعا ومعه زوجته التربوية الفاضلة عواطف سراج الدين طبعا دكتور عواطف طبعا شخصية مجتمع وسينية مجتمع من التراز الاول وطبعا يسين سراج الدين غني عن التعريف يعني هو والأسرة كلها طبعا شقيخ فوق سراج الدين أسرة تاريخية وفدية عظيمة نعم ولهما كل التقدير واحترام يعني سواء ليسين سراج الدين رحمة الله عليه او طبعا الدكتور عواطف الشخصية المحترمة لكلنا بنقدرها نعم اذا سمحت عندي في الارشيف بتاعي صورة للسيدة فاطمة اليوسف وهي زوجة للأستاذ عبدالقدوس محمد عبدالقدوس الفنان الفنان فاطمة اليوسف نعم بمناسبة زوجها ايه من محمد عبدالقدوس ياه ياه ع الزمن اه شفت الزمن اه ياه ع الزمن نعم تمام عندي صورة للدكتورة وفاء كامل دكتورة اه دي اللي في المجمع ايوه العضو الست الوحيدة ايوه احب اوي ان الناس تشوفها اه في المجمع اللغوي اه وخصوصا المرأة الوحيدة الوحيدة وخصوصا انه في زمن سهير الالموي ما كانش عضو في المجلس يا خبار ابيان اه زمن سهير الالموي وجاء هذا الزمن صارت عضوة الوحيدة امتاز ثم الصورة الاخيرة ايو صورتي بالجلباب مين اللبس جلباب بالجلباب لانه طلب مني الاستاذ منطقة منصور كان اول حلقة في برنامج دريم اه مفاتيح كويس قال لي احنا هنتقابل هنقعد في البلد عالارض وسط المزارع اه فلا يعقل انك تلبس بدلة فروحت لبس الجلباب انا رحت جايب شاري جلبية كويس ولبستها انت مش بتعود على لبس الجلالية ولا في البيت بلبس بجامة في حقيقتي ما بلبس الجلالية عمرك بلبست جلباب في البيت يا انا هربيض ابدا تصور لا رغم انهم يقولولي ان الجلباب يدي اتساع وحرية لا اصدربيد ده انت مفتقد حقيقتي يا انا هربيض اه ادعوك لانا حهاديك بطاقم جلالية حهاديك بطاقم جلالية شوف المتعة والطروة والرحرحة ولا لا لا لبس الجلالية ده ده كيف ومتعة كيف ومتعة كيف ومتعة يا انا هربيض في البيت الرحرحة ده وتمشي كده توقع اتقاء يا انا هربيض تأذن لي اعيني التفكير ارجوك لا ارجوك والله ممتعة لبس الجلالية في البيت وطبعا بالنسبة لليزيهم الرابس الرسمي الجلالية حاجة جميلة اه يبقى السطر الاخير الختام لك قبل السلام من اداب التليفون الارضي الاسود انك تسيب رسالة تقول فيها للشخص كلمني فضلا لا امرا زمن جميل غدا نهر نهر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة